دشنت الأمانة العامة للجامعة العربية قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مجلسي الصحة وشؤون الاجتماعية العرب من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة وقالت السفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن القافلات تضم 65 شاحنة مساعدات موجهتان الشكرى لمصر على جهودها في إصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جاء ذلك في إطار تقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي للشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة